عانق طاقم المحمد الحشيم 1999 لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان وبقيادة النخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي لقى بنسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفالة للمسافات الطويلة والمخصصة للسفن المحلية ستين قدما والذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتوجه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة الانهيان رئيس اتحاد الامارات لرياضات البحرية وأحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أبطال النسخة الثالثة والثلاثين وحققت النسخة الحالية من سباق القفالة نجاحا كبيرا بمشاركة 123 محمل وجاء المحمل الشيقي 96 لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في المركز الثاني بين محتل المحمل شاهين 57 لمالكه حمدان سعيد جابر الحربي المركز الثالث اشتركوا في القناة